اسم التجربة العلاقة بين كتلة الجسم ووزنه الهدف من التجربة توضيح العلاقة بين كتلة الجسم ووزنه عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة احضر من سقوط الكتل على قدميك أو على الأرض استخدم الموازين بلطف أدوات التجربة أربعة أجسام ذات كتل مختلفة خمسون جرام مئة جرام مئتا جرام خمسمائة جرام ميزان نابضي ميزان إلكتروني ورقة قلم خطوات إجراء التجربة نستعمل الميزان الإلكتروني لإيجاد كتلة كل جسم من الأجسام الموجودة لدينا ثم نسجل قيم الكتل ترجمة نانسي قنقر نستعمل الميزان النابضي لإيجاد وزن كل جسم من الأجسام الموجودة لدينا ثم نسجل قيم الأوزان نحدد المتغير المستقل والمتغير التابع في هذا النشاط فالمتغير المستقل هو المتغير الذي يمكن للباحث التحكم فيه وهو صاحب التأثير الرئيس وهي في هذا النشاط الكتل أما المتغير التابع فهو المتغير الذي يتغير تبعا لتغير المتغير المستقل وهو في هذا النشاط الوزن نرسم العلاقة بين الكتلة والوزن وهي علاقة خطية ثابتة نحسب ميل المنحن الناتج ويساوي 1 بالعشرة النتائج كانت كتل الأجسام عند استعمال الميزان الإلكتروني على التوالي 50 جرام 100 جرام 100 جرام 500 جرام كان وزن الأجسام عند استعمال الميزان النبضي نصف نيوتن واحد نيوتن اثنان نيوتن خمسة نيوتن المتغير المستقل هو المتغير الذي يمكن للباحث التحكم فيه وهو صاحب التأثير الرئيس وهو في هذا النشاط الكتل المتغير التابع هو المتغير الذي يتغير تبعا لتغير المتغير المستقل وهو في هذا النشاط الوزن العلاقة بين الكتلة والوزن علاقة خطية ثابتة ميل المنحنى ثابت عند أي نقطة على المنحنى ويساوي الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم ويتغير الوزن من مكان إلى آخر على سطح الأرض ويتغير بزيادة البعد عن الأرض ويشمل الكتلة مضروبة في تسارع عجلة الجاذبية أما الكتلة فهي مقدر ما يحويه الجسم من مادة وهي ثابتة ولا تتأثر بالجاذبية اشتركوا في القناة